السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم في محضرة النهاردة عن بداية الفورس جي الفورس جينريشن موبايل سيستم هناخد اجزامبل الفورس جينريشن سيستمز اللي هي الالتي اي والالتي ادبانسد تمام كده ده اللي هنستخدمه لو حد عاز يطلع عليه كتاب قيم جدا فيه معلومات اضافية وزيادة وجميلة جدا عن الالتي اي والالتي ادبانسد والفور جي بشكل عام عايزين بس نبدأ المحاضرة كده نعرف ايان ليه انا روحت للفور جي احنا قولنا قبل كده نسترجع مع بعضنا احنا قسمنا الموبايل سيستمز تمام كده? وقسمناها برضه تانية على حسب نارو باند ويت باند بروت باند تمام كده? قلنا البروت باند يبدأ بالواي فاي ولواي ماكس واعتبرنا ان هم نهاية الجيل التالت وما اعتبرنا همش خالص بداية الجيلة الرابعة لان الدياتاريت ماكسمن في الواي ماكس كان خمسة وسبعين ميجابيت بير ساكند تمام كده؟ وقلنا الفور جي او علشان اقول علي اي سيستم ان هو يتبع الفور جي يبقى لازم الدياتاريت يوصل كم عليها الاقل ميت ميجابيت بير ساكند تمام كده؟ فيبقى اكيد فى تعليم الموتيفاشل من خلال الفور جي او اي سيستم عشان احكم عليه بيقولون انه تبعت الواتف توازي لازم تبدأ من كام مية مية ميجابيت ده على الاقل فى السؤول بيحدث في الامتحان وات ارزموتيفاشن نشوف اول نقطة كده اثناء كده فى مية ميجابيت برساكند احن قلنا ده الكلام اللي احنا قلناه من شوية المينموم داتا ريت يكون ميت ميجا بيت بير سكند ده اللي هلاقيه في الالتي والالتي ادبانسد فعلا هو ده اللي هلاقيه عشان كده الالتي اي والالتي ادبانسد يعتبر بداية الجيل الرابع في الموبايل ساستم تاني او تاني ميزة في الفورجي او تاني ريكوارمنت انا عايزه من الفورجي ريديوز دي لاتنسي فور كريتكال ابليكيشن عايزنا ات Blues اعterm كلمة لاتنسي ناخدها في التف س Brittany كمان شوية لاتنسي تنقسم لعvers two لاتنسي وببساطة كده يعني delete يعني لو نحكوم لكلمة latency كده ان نقدر انكرفها إليها الإدلي تمام كده؟ فانا عندي ويوزر بلان لاتنسي. الكنترول بلان لاتنسي تمام كده؟ معناها ان ان الوقت اللي بياخد اليوزر عشان يعمل على الشبكة. تمام كده؟ ده وقت بتاخده عشان توصل اليوزر بالشبكة. تمام كده؟ ده بيسميه ايه النوع التاني اللي اسمه اليوزر بلان لاتنسي. ان كان مهلا درسة شبكات. عارفين اولي لازم بيكون فيه بين اليوزر والشبكة تمام كده طب ريلايب والكومينيكيشن ده بيتعامل ازاي ان كل ما اليوزر بيبعت ايه بيبعت سيجمنت او بيبعت داتا لازم يترد عليها تمام كده فدلوقتي اليوزر بلان لا تنسي يقصد بيها الوقت اليوزر بياخده علشان بالوقت انا دلوقتي كيوزر بعت داتا تمام كده لحد ما يجيي بتاعتها واتأكد ان هي وصلت صحة للرسيفر وان يجيي بتاعتها كمان الفرق بقى اننا الفرق في الوقت بين ارسال الداتا وسماع الاكنولوجي منت بتاعتها ده بسميه يوزر بلان لا تنسي فطبعا الوقت ده لازم يكون قليل جدا ده اليوزر بلان لا تنسي لازم تكون قليلها تمام والكنترول بلان لا تنسي نفتكر اللي احنا قلناها من اللحظات اللي هي ايه الوقت اللي بياخده اليوزر علشان ايه هي اكسز على ايه الشبكة تمام كده فدلوقتي اليوزر بلان لا تنسي لازم يكونه قليلين جدا في اي شبكة في الفورجي او الفورجي كان بتاعته كده بالزبط تمام اني قال اليوزر بلان لا تنسي والконترول بلان لا تنسي تمام كده تالية حاجة ثانية حاجة تالية حاجة تصل على ميدلين مبانيكس كان اكام مية وعشرين كيلو متر في الساعة يعني مية وعشرين كيلو متر في الساعة تمام كده معناها اننا لو أن انا راكب قطر او عربية بسرعة مية وعشرين كيلومتر في الساعة ممكن اعمل يعني ده ده دي اقصى حاجة اقدر اعمل بقى connection على شبكة وي ماكس تمام كده اعمل مكالمة اكسز على النتورك اعمل upload download لو انا راكب اطري مثلا بسرعة اكبر من 120 كيلومتر في الساعة ما اقدرش ايه اكسز على شبكة ايه الوي ماكس تمام كده فيبقى الفور جي احنا قلنا في لما اطلع من جيل لجيل من الجيل التالت للجيل الرابع ومن الرابع للخامس تمام كده لازم ايه احسن كل حاجة كويسة واقل لكل حاجة وحشى يعني اللا تنسي كان delay كان يفضل ان انا اقلل لل delay ده ده حاجة كويسة تمام كده يبقى لازم ايه ازود ال data rate اللا تنسي حاجة مش كويسة لازم اقل الاتنسي لازم ازود الديتا ريت الموبيلتي لازم ازودها دي حاجة كويسة ان انا عمل الكنيكشن على الشمكة عند سراعات عالية وانراكب اطرب سرعة عالية جدا فالفور جي كانت بعمل ايه انهانسي اند الموبيلتي كانت عالية جدا والموبيلتي برضو ايه قدر اخش ايه قدر اكسس على النيتورك وانا ايه راكب اطرب سرعة عالية جدا تمام كده ايه بقى الهي دفنشان فيديو ستريمي جدا هو هو نفس الكلام اللي انا بقول ايه هاي دفنشان فيديو او الهي دي فيديو ده بيبقى حجمه كبير جدا جدا فانا مش هقدر يبعثه على الشبكة يأبلود يدود لود الا ما يكون عندي داتا ريت ايه عالي جدا فالتنين مربوطين ببعض داتا ريت العالي مربوط بايه هاي ان انا الهي دفنشان فيديو ستريمينج او ان انا ايه اوديو وفيديو او اللي احنا سمناها بشكل عام موتي ميديا تمام كده اللي بعد كده النقطة الخامسة اللي هي ايه طبعا لما بعت انا بستخدم شبكة الانترنت في نقل طبعا شبكة الانترنت في نقل بتبقى ايه هاي ممكن يكون في ديلي شوية يعني مش قوي ديلي ولكن بيبقى في ايه الريليا بلتي موجودة بس برضو القصد ايه اقل بكتير جدا في الفويب عامين عن السيرك تسويتش ايه كده عام كده فالفويب عبارة عن ايه ان انا بنقل صوت عبر شبكة الانترنت معناها ان انا بنقل صوت عبر شبكة الانترنت معناها ان انا ايه اوصل لاي حد تمام كده بقى الاكسز لاي حد في اي دولة في العالم او في اي مكان بسهولة جدا مفيش على الرينج خالص تاني حاجة القوست قليلة جدا 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 عاملنا جدول مقارنة كده جميل عشان الناس ما تلخبطش في الاتنين حطنا اللي هنقصت بعض تمام كده الداتا ريت الداول لينك داتا ريت في الالي تي اي ميت ميجا بيت بير ساكند تمام كده الداول لينك يعني ايه يعني الترافك اللي جاي من البيز ستيشن لليوزر اكوب منت تمام كده انما الداول لينك في الالي تي اي 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 ا عشر مرات. تمام كده? سواء او داون لينك. الباند وتس بقى بتستغل لحد باند وتس كام? ها? عشرين ميجي هرتز. تمام كده? هل هي سابورت للعشرين ميجي هرتز بس? اللي احنا هنشوف قدام ان هي ايه? كمان لحظات كده. ان هي واحد يعني سابورت يعني العشرين ميجي هرتز دول دول الماكسموم بتاعي. تمام كده? انما هي سابورت الواحد واربعة من عشرة تلاتة خمسة عشرة خمستاشر لحد عشرين ميجي هرتز. وضع طبيعي من غير ما تبص على بتاع اكيد اصابورت اعلى. ليه? مع اداتة اقل عشر مرات. يبقى منطقة جدا ان في اكيد اعلى بكتر من ايه? من الاتنسي. تعال بقى نشوف ونفكر مع بعض بها. ايه هي الوزر بلان لا تنسي. دلوقت لما كنكت على الشبكة لازم يكون لما يعني لما يبعت الباكت بتاعته وتوصل للشبكة. الشبكة لازم ترد عليه تتأكيد له ان الايه? ها? انت بتاعتك فعلا وسطة. الفرق في الوقت. بين ان اليوزر يبعت باكت معينة وانه يسمع بتاعتها. تمام كده? وقلنا الايه? اللاتنسي دي حاجة مش كويسة او حاجة يفضل ان هي تكون ايه? از لو از بوسيبول. انما الداتا ريت والباندويتس لازم يكونوا ايه? اعلى ما يمكن. عشانا الداتا ريت عالي. انما اللاتنسي لازم تكون قليلة. فلاكت اليوزر بلان لاتنسي في الالي تي اي خمسة ميلي ساكند. تمام? كده? انما في الايه اتبانسة ايه اقل من عشرة ميلي ساكند. ده ممكن تكون هي اسوأ شوية في الالي تي اتبانسة مش مشكلة لحنا مش ناخد كل حاجة. بس انا طبعا كان يهمين مين ها? الداتا ريت عالي والباندويتس ويعني الداتا ريت عشر اضعاف سواء بلينك او دون لينك عن الايه? عن الالي تي ايه? فدي يعمل على الشبكة. لما عايز يعمل مكالمة ولا اي حاجة. موفرة ايه? ها? موفرة بتحسس ان الراجل ده او اليوزر ده عايز يأكسد على الشبكة فايه? يعني بتساعده ان ايه? يدخل على الشبكة او يعمل مكالمة او يتصل بحد او كده. تمام كده? فدي بس اميها الكنترول بدانا لا تنسي الوقت اللي يبقض عشان يعمل على الشبكة. تمام كده? في الاتنين سواء اقل من ميت ميلي ساكند. تمام كده? الانج بقى ها? الرانج يعني كفرج رانج يعني تغطي رانج كام? الانج تغطي لحد ريديوس كام ها? ميت كيلو متر. في اللي تي اي? انما في الاتفانسد اللي تي اي تغطي لحد كام ميتين وخمسين متر بس. تمام كده؟ الانج تغطي لحد كام ميتين وخمسين متر. طيب. الانج بتاعها ميت كيلو متر. طيب؟ يعني اننا لو هعمل سيليولر سيستم. والبسيسديشان تقتر تغطي لمية كيلو متر هعمل فعلا المهندس اللي بيعمل ديزان للسيستم هيخلي اللي هيخلي بتاع السل لمية كيلو متر مستحيل عشان ايه عشان كده هيدر بالفريكوانس اليوز انا عايز حجم السل يكون از لو از بوسيبول طب ام كده روح انت قالت من الماكرو سل للبيكو سل للفيمتو سل علشان عايز اقلل حجم الخلية علشان اعمل في المناطق القريبة لما اعمل فريكوانس اليوز في المناطق القريبة يبقى انا بعلي ايه اه اقدر اعيد التردد اخبام التردد اكثر من مرة يبقى انا بعلي السيستم كباستي مش كده وبس حجم السل لما يكون بتاع السل صغير تمام كده اللي بيحصل هتلاقي في الفيديو الاولاني شرح كتير ان انا بعمل في الموبايل ستيشن ان انا بخلي الموبايل ستيشن تبعت باقل باور بتبعت باقل باور ان انا ممكن احسن من ها اللينك كباستي كمان ان انا ايه ابعت بنفس الباور بس ايه لما قربت التنصف متر من رسيبر خليت الريسيف دي باور توصل احلى فيبقى حسنتهي الكباستيك تمام كده راجع الفيديو الاولين بتاع المحاضر الاولى هنرى في ايه ليه بقل حجم الخلية تمام كده بتاع ايه الفيديو الاولين خالص تمام كده هتلاقي فواية كتيرة جدا ان انا بقل الحجم السل نربط بكلامنا دلوقتي ان تمتد لحد ميت كم يوصل لحد ميت كم بس انا مستحيل في اي ان انا ايه اوصل بالرنج الو مت كم تمام كده اللينج بتاع اطباس الميتين وخمسين متر يعطبر ميتين وخمسين متر تمام كده راحة فريقونسي رانج اللي اتنين شغلين عادي كارير فريقونسي كام اتنين جيجا هيرتز تمام كده طب الموبيليطي بقى ي offic l-350 كيلومتر في الساعة ال we max c ي reflectionsora okay and maximum can be maximum cam تواصف لست الدوجن و تلك اي هي ا Diamond Open Shawn Someride Bft Grand يتي Provoststone i trippings ko-350 كيلومتر في الساعة يعني لو انت ماشي ماشي لو انت ركب قطر وبتعمل مكالمة اطر مسلا ingOT in another سرعتك تلتمائية كيلومتر في الساعة. لو انت ماشي ماشي لذلك عندك شبكة ويماكس مش هتدور تعمل على خالص انما لو انت عندك شبكة او التبسط هتعمل وتخش على النتورك وبتعمل وتعمل وتعمل مكالمات عادي خالص. تمام كده? يعني اللي هو تمام كده? تمام كده? تمام كده? تمام كده? تمام كده? نفس الكلام في الاتبان سيد ال ايه? ال تي ايه? وكوام ستاشر وكوام اربعة وستين. نفتكر مع بعض الفرق بين الكوام والكوام اللي هو بنسميه اربعة بي اس كي. يعني اربعة يعني لج اربعة بيس تو بيسوي اتنين. يعني بشيل اتنين بيت برسيمبل. تمام كده? انما الكوام ستاشر ها? اتنين قص ايه? اربعة! يعني لج ستاشر فور بيس اتنين بيسوي كام بيساوي اربعة عاشه. الاربعة بت برسيمبل. كوام اربعة ستين ستة بت برسيمبل. طب ايه الفرقة بين الكيوب اس كي والكوام ستاشر او الكوام اربعة يعني الكيوب اس كي في ناحية والكوام في ناحية تاني خالص. ايه الفرق بينهم? خدنا بالتفصيل في الدجتال في شيط تلاتة. خدنا فروق كتير جدا. سمينا الكيوب اس كي كيو بي اس كي constant garageDay. طوّ ممكن كي يعني بورك فيشا انتة يعني انا اقدر ابعت ببورة عالية جدا جدا. ما فيش اي مشكلة. مش يحصل للاشارة. انما القوام يعني ما اقدرش ابعته ببورة عالية جدا. فعشان كده يعني ما اقدرش ابعته في تاني حاجة القوام بتاع الاشارة ها? مش سابت تمام كده? فهو معرض للنويز يعني القوام معرض للنويز اكتر بكتير من الكيوب اسكية تمام? والميكانيزم نفسه اللي بعمل بين لو نفتكر ان الكيوب اسكية بقسم تلتمية وستين درجة على اربعة لانهم اربعة سيمبل. فالفرق بين كل سيمبل والتاني تسعين درجة. تمام كده? ابدأ الاربعة سيمبل اللي عندي بقى عند زاوية صفر زاوية تسعين زاوية مائة وتمانين زاوية متين وسبعين. القوام ستاشر مش بقى لعب في الزاوية لأ لبقى لعب في الزاوية كمان. بغير في الزاوية والامبلتود. تمام كده? دي احد الفروق وطبعا شي التلاتة لو رجعتوه في الدجتال هتلاقوا يعني مقارنة بالتفصيل خمس او ست نقط حلوين جدا جدا. الموجوليشن بقى تمام كده? الموجوليشن في الدول لينك اللي بتستخدم او اف دي ام. ايه? والاتبانسة اللي بتستخدم او اف دي ام. في الاب لينك بيستخدموا طبعا خدنا في كورس الدجتال محاضرة كاملة عن الفرق بين ال او اف دي ام. والسينجل كاريير والسفريكوانس دومين ايكولايزر. واخدنا الفروق بينهم بالتفصيل وكان يعني ايه? خدت اكتر من حقها مينفعشن ايه? هنتكلم عليها تاني دلوقتي. تمام كده? طيب. في بقى بس حاجة عايزين ننويه عليها دلوقتي. الرنج بتاع كان كام? اه? خمسين كيلوميتر. صح كده? الرنج بتاعه كان كام? كان خمسين كيلوميتر. تمام كده? طيب ليه كان خمسين كيلوميتر? الواي ماكس في الواي ماكس كان بيطبق او اف دي ام في الاب لينك وفي الداون لينك. تمام كده? اوب لينك وداون لينك شغال او اف دي ام في الرنج بتاعه كان ليميتد. تمام كده? لازم تعرف حاجة مهمة جدا في اي سيليولر سيستم. الكاباستي اللي تشانل كاباستي اللي هو البيت برساكند محكوم بالداون لينك. انما محكوم بالأب لينك. تمام كده? لانها بتطبق في الداون لينك. وسينجل كارير. وسفريكوانسي دومين ايكوالازر في الاب لينك. علشان كده الرينج بتاعها وصل لمية كيلو متر. لان طبعا احنا عارفين ان هو بور افشنت. لان فيه مشكلة كبيرة في اللي هي كانت اسمها ها? ما تخلينيش ابعت ها? عند الترانسيميتر بور عالية. فليوزر ما كانش يकدر يبعت او لان ما يجيماعت في شبكة وي ماكس. ما الليي ماكس دون لينك و او اف دي امتمام كده? لما يجيبع المحكوم بالأبلينك لما يجيبع ايجي限 centre محكم بالبور بتاعته بحكم ان هو شغل على بطارية. وبحكم ان يقدرش كمان يبعت اصلا بور عالي. فعشان كده كان في الرينج يكون هكام ميت كيلومتر. الانهيان طبقة في الاب لينك. ده باور وقدر نقدر نبعاته باور عالية جدا. بس في كل تال حالتاني الواي ماكس خمسين كيلومتر. الالتي اي ميت كيلومتر. عمر ما هعمل لها خمسين كيلومتر ولا السل بتاعته خمسين كيلومتر ولا السل بتاعته ميت كيلومتر عشان ايه؟ والحاجات اللي احنا قناها في شابتر الواحد اللي هي ان انا بسعى من كل جيلة التانية ان انا اقل الحجم الخريق لأسباب كتير. انا بقى برضو الراجل ما احرمناش من حاجة ماشي معانا واحدة واحدة بيعرفلين ايه؟ البرامتر اللي احنا قلنا لها الوزر بلان لا تنسيب. بقول لك الان وي ترانزي تايم بتوين ان افلابل باكت اد زي انترنت بروتوكول اي بي لير ان ايزر يوزر اكوب منت قول راديو اكسز نيتورك ان زي افلابلتي اوبزيس باكت اد زي اي بي لير ان زي راديو اكسز نيتورك كلام كبير او او ببساطة او اليوزر بيبعد داتا للنتورك طبام كده؟ الفارق بين ان هو يبعد داتا للنتورك ويسمع بتاعتها يعني يضمن وصولها واستقبالها الجيد عند الطرف التاني النتورك او عند البيز ستيشن ده ما سميه مين؟ اليوزر بلان بتاعه ان الداتا بتاعتك يا سيدي وصليتني صح ده بيسمي ده كل ده في الالتي اي كام اعلي من خمسة ميلي ساكند ويلي تقللها عن كده يبقى كويس او 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 الكنترول بلان لا تنسي زي زي تمام كده؟ الراجل عايز يعمل مكالمة او يتصل بالنتورك في تتاخده من ايده كده وتودله ايه؟ توصله بالشبكة الوقت ده اعلي من كام؟ ها اعلي من ميت ميلي ساكند تمام كده؟ تعال بقى نشوف البندويتس البندويتس مشي حنا قلنا البندويتس عشرين ميجا؟ لا البندويتس عشرين ميجا ده في الـ LTE ده ماكسيمان باندويتس تمام كده؟ ولما قلنا برضو في الـ UMTS البندويتس خمسة ميجا ده كان ايه؟ كان ماكسيمان باندويتس وحنا قلنا دولهات ان انا عايز اعمل اي شبكة لازم تكون مع الشبكات اللي موجود اصلا مش هيشتغل لوحده مش هيجي مسلا في منطقة ويعمل شبكته ومقول لي لا انا هقطع لقطة بالشبكات المجاورة لا ما ينفعش لازم يكون في انتر لازم يكون في انتر اكشن وفي ايه؟ لازم يكون يكون في تعاون بينهم تمام كده؟ البندويتس بقى هنا في الـ LTE يقول لك ممكن استخدم خمسة خمستاشر اه خمسة عشر خمستاشر عشرين مش كده وبس ان انا ممكن صبورت الكام واحد وربعة من عشر وتلاتة ميجا الحتة دي بسميها بسميها باندويتس اون دومونت باندويتس اون دومونت تمام كده؟ الفكرة دلوقتي ان انا دلوقتي ايه؟ الـ 20 ميجا هيرتس ديوا الحلوين اولة ممكن احد يقولك مهو عشرين ميجا هيرتس هذا ليتخليك بص للخمسة والعشرة والخمستاشر ؟ ده مهو الحجرة الاسبيت través الاحياء بالـ حيما اك showers결 welcomed أيها حاجة كده من tratاني وحكما نتفكر حدرتين اعد manter the voices نتخبر حيما او شبكات الادراكية لانه لا أكرار happy لا دلوقتي إنسائك نتخبر cringe محبة الصوت اساسا لو داتا ريت او عازن ال داتا ريت اولي الجيد ان ادلو 20 ميج هرتز ليه ممكن الخامسة يكفوه ممكن الواحد اربعة من عشرة يكفوه احنا عايزين نعمل حاجة اسمها باند ويتس افشانسي في السليولار سيستم تمام كده فدي الخدمة دي بسميها باند ويتس اون دو موند ان انا مش مش هستخدم كله باند ويتس كبير لأ خلينا نخل باند ويتس الكبير والزوار موجود لو واحد يعني عايز يعني هاي داتا ريت وخلاص هنددله لعشرين ميج هرتز مش هنبخل عليها هندهوله ما فيش مشكلة بس لو انت داتا ريت بتاعتها تقدر ابعطه في خمستاشر ما فيش مشكلة لو اقدر ابعطه في عشر وماشر لو اقدر ابعطه في خم سيبقى افضل وافضل لانا عايز اعمل باند ويتس افشانسي في الكومينيكيشن سيستم تمام كده تاني حاجة ان السيرفز بتاع باند ويتس ان دو موند بيخلين ايه بقى بيخلين ايه بقى بيخلين ايه بقى مع ازر نيتورك تمام كده لو شبكة مثلا ما تستحملش عشرين ميج هرتز وانا لازم اتعاوم معها مش هدها بعشرين ميج هرت تستحممش علاقة دها تمام كده انا دلوقتي ما انفعش اشرح حاجة وطلب ما يفاهم هاش دبب انا كده استفدتني ايه? تمام كده? لازم تكون فيه حاجة اسمها يعني انا بعمل لكم لازم يكون للايابول. انا دلوقتي شغال واحد اربعة من عشرة. تلاتة خمسة عشر خمسة عشر عشر. لو شغلت على العشرين بس. وانا عندي سيستم تاني. ما يفهمش يعني ايه عشرون ميجاردة سيستم اقدم مني. جي اس ام او يو ام تي اس او كده. هتعاون معاه ازاي? فلازم يديله على قده. يديله واحد اربعة من عشرة حاجة مشتركة ان تلاتة ميجي هرتز ممكن يفهمها. تمام كده? عندما يديله ده تاريت بعشرين ميجي هرتز. لأ ما ينفعش. يبقى في كده ايه? فيه بين الطرفين مش هيفهمه بعض. تمام كده? في الحادة ده بتعمل لي وبتعمل لي بتخليلي النتروك بتاعت تمام كده? طب ايه الاكسس تكنيك بقى? ليه الاكسس تكنيك اصلا انا بستخدم الاكسس تكنيك ليه? الاكسس تكنيك لازم تخدم اكتر من يوزر مش هيغل تخدم يوزر على الحساب يوزر تاني. كلهم عندها سواسية. تمام كده? فلازم تخدمني انا وانت واحمد ومحمد وعمر لازم يخدم الناس كلها. فالاكسس تكنيك اللي احنا اخدناه قبل كده كان عبارة عن اف دي ام ايه? ها? والتي دي ام ايه? والسي دي ام ايه? طبعا الالتي ام مهتمد على ال او اف دي ام. لده ما قلت او اف دي ام ارسي جنجي بقى الاكسس بتاعي او اف دي ام ايه. ارسي جنجي جنجي وühزر مطبق او اف دي ام. بتاخد بتاعاة اليوزر الاول والتاني والتالة والرابع. ف او اف دي ام جنب او اف دي ام جنب او اف دي ام جنب او اف دي ام ده بسميه او اف دي ام ايه. تمام كده? بس ده في الدون لنك هانها بتوزع بتاعها. فرام كده وكل يوزر ياخد بتاعته هو. ضب في اللي بيحصل في احنا قلنا ان في حاجة اسمها سينجل كاريير. سينجل كاريير وسفريكوانس دومين اكوالايزر. يعني كل يوزر بيبعت سينجل كاريير الفرام اللي متكون من سينجل كاريير سينجل كاريير سينجل كاريير بسميه بسمي الفرام ده كله. تمام كده? الكلام ده بيعمل لي ايه? بيعمل لي تمام كده? وعمل لي ايه كمان? ها خلال الكباستي عالية وصلت لمية ميجا بيت بر ساكند. تمام كده? ولما طبقت سينجل كاريير في الاب لينك اداني ايه اداني لحد كام? ها لحد مية كيلو متر. تمام كده? برضو بيتكلمنا عن الرينج بقول لي الرينج كان كفر ارينج اف مية كيلو متر. تمام كده? بطق سلايت ديجريديشن انزا تلاتين كيلو متر. تمام كده? يعني علشان كده باقدر اسمي ممكن نعمل بها ايه? الويد اريا نتورك لان الرينج يمتد الكام لمية كيلو متر. تمام كده? فاقدر سميه الويد اريا نتورك. تمام كده? طيب اقول لي ان الرينج يقدر يمتد الويد ايه تمتد لحد مية كيلو متر. بس بعد تلاتين كيلو متر خلي بالك مش هتاخد المية ميجا بيت بر ساكند كلهم هيقل شوية. مش مشكلة. ايه المشكلة? يعني بس كواس ان انا ايه? يعني في بعض التطبيقات هافرح بها قوي. يعني الرينج مية كيلو متر بس بعد تلاتين كيلو متر لما بد عن بتاعتها تلاتين كيلو متر البرفورمس مش بقى هو هو. يعني الميت ميجا بيت برساكند مش هتاخدهم كلهم. الخمسين ميجا بيت برساكند في القبل انك مش هتاخدهم كلهم. تمام كده? ما فيش مشكلة. لان انا اصلا كده كده لهاعمل رينج الخلية لا تلاتين كيلو متر ولا خمسين كيلو متر ولا ميت كيلو متر. ليه? علشان الاسباب اللي احنا قلناها كلها. طيب انت فرحان او بالل تي ايه ان الرينج بتاعها وصل مية كيلو متر. وكدت ايه? شايف ان ده في او اوعيب. في الواي ماكس ان الرينج يوصل لخمسين كيلو متر ليه? يعني انت الوقت هتعمل حجم السلة اقل من مية واقل من خمسين. وعلاكن اعتبرت ان ده انجاز وصنفت الالي تي اي فور جي. علشان الرينج بتاعها وصل مية كيلو متر. او من احد الاسباب ان الرينج بتاع وصل مية كيلو متر. عن مين? عن الواي ماكسل لخمسين كيلو متر. هقول لك ما هو مش كل فيه تطبيقات تانية. في حاجة زي هناخدها المحاضرة الجاية او اللي بعدها. هتلاقي ان الرينج يفضل ان يكون كبير عشان ما استخدمش ايه? او محطات كتير. تمام كده? ببساطة اوي مش كل مش كل الكميونيكيشن. تمام كده? ايه يا الموبيلتي بقى? الموبيلتي ده مش كده وبس يعني ايه? ها? لحد من صفر الخمستاشر كيلو متر في الساعة تقدر تاخد الميت ميجا بيت بر ساكند كلهم في الدول لينك والخمسين ميجا بيت بر ساكند كلهم في الاب لينك. ماشي. بس انا اقدر اوصل اعمل في الشبكة لو انا بعمل ايه او بعمل مقال من صوت لحد كام خمسمائة كيلو متر في الساعة حلوة او 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 مش تلتمائة وخمسين لا ده خمسمائة كمان. ناس قالت خمسمائة وناس قالت تلتمائة وخمسين في كلتا الحالتين. هو اعلى من مين? اه اعلى من اللي كان ايه مية وعشرين كيلو متر في الساعة. يعني لو انا راكب اطر بسرعة خمسمائة كيلو متر في الساعة اقدر اعمل على شبكة بس مش ميت ميجا بيت بر ساكندلو داتا ريت او مدريت او مكان من صوت عادية يعني كويسة ما فياش اي مشاكل. طمام كده? انما كان لحد مية وعشرين كيلو متر في الساعة فقط. هنا بس بفكرنا في الايه? في اللي تي اي انه كان مهتمد على مين? ها? على او اف دي ام. تمام كده? البيت السريمي ده تاريه بداعات اللي على الاصفار والوحيد. بعمل الموديوليتر. الموديوليتر هنا اللي احنا سمناه في اول المحاضرة اللي هو الكيوبي اسي كيه ستاشر كوام اربعة وستين كوام. السيريال تو برى الكونفيرتل والا والانفيرس فاست فور يير ترانسفورم. والبارل تو سيريال ده. ده يعتبر اللي هو مين? ها? اللي انا بعمل بإيه? اللي هو او اف دي ام. تمام كده? الاو اف دي ام زي ما احنا اخدنا وانطق اشتر ميني اكيد فيه. اخدنا ايه? ها? خدنا ان احنا نحط حاجة اسمها سايكل كبير فكس علشان تعمل ايه? عشان يساعدني ان انا اعمل فاست فور يير ترانسفورم في الريسيبر. وكمان ان انا اقضي عليه على اللي يكون اللي بين كل سيمبل والسيمبل اللي بعده. تمام كده? الديجتال تو انا للكونفيرتر ده. يقصب بها ديجتال تو انا للكونفيرتر ده يقصب بها مين? اللي هو او ان انا برفع الاشارة بتاعتي على تردد عالي المخصص للبند اللي انا بابعت عليه. تمام كده? بعد كده الاشارة بتيجي على الشانل بيحصل فيها نويز وانترفيرانس هو ما شبه زلك. تمام كده? بعملها انا لكتو انا لكتو ديجتال كونفيرتر تمام كده? بشيل السايكل كبير فكس. تمام كده? واعمل ايه? او او اعملت ايه? ديجتال اللي هي كانت في ايه? في الترانسيميتر. بعد كده بعمل دي موديوليتر اللي هو عكس او او سيمبل دي مابنج. تمام كده? الموديوليتر هنا يقصب بها السيمبل مابنج اللي احنا اخدناها. يعني الموديوليتر ده ده يقصب بها ايه? هنا يقصب بها والستتشر قوام والارباس التين قوام هنا يقصب بها ديكشن لمين؟ للصتاشر قوام ولديكشن لياه؟ للارباس التين قوام. انما الجزئية دي يقول لها كان يقصب بها مين؟ الجزئ ده كل يقصب بها. تمام كده? بعد كده قد رجل البيت مستقنعي تمام كده? ده كده وخضنا بالتفصيل في الترمي الاولاني. لن بقى في الاب لينكو العبارة عن ايه؟ اه عبارة عن سينجل كاريور. تمام كده عبارة عن ايه بقى يعني الترانسيمتر عادي خالص ما فوش ولا اي حاجة بس فاجل في الراسيبر يعالج وبعالج بايه؟ بفاصت فورير ترانسفورم واعمل عشان كده ايه لما عملت فاصت فورير ترانسفورم حولت الاشرابة من طايم لفريكونسي عشان بس اعمل ايه? بعدك لازم ارجعها للتاني اوالغى اللي انا عملته في الاولاني اللي هو فلازم استخدم ده وكنا اخدهم برضو مقارنة كاملة جدا حول عشر نقاط او اتناشر نقطة مميزات وعيوب والايه والاو اف دي ام. تعال انا نشوف كده بقى الايه ها السنجل خارج كمام مابينج ساكية او او ست nhربا او او ربع ستنكنان سامهم بعمل بالصوية عشان يدي لي nos bird فلس من كل سيمبل والسمبل يليه بعمل كده بعمل كده انا عملت بس السامهم او بارل والبارل سامهم عشان احطه مين ها عشان احط بس تمام كده بعد كده ببعط الاشيارة عادي خالص في يجي لي نويز ويجي لي وكل حاجة اجي هنا باستخدم علشان يعلل بتاع عشان اقدر اوصل لرينج عالي مفيش اي مشكلة في ان يوصل ايه لرينج عالي فعلى شكرا حطيت هنا باور انه ما كنتش قدر حطه في لان مشكلة بتعمل اصطى اللي ما يتشل للباور فما كانش يدفع ستخدم حتى لو استخدمته مش هستخدمه ايه ها مش هستخدم الماكسيمم جين بتاعه مش مش ما قدرش ابعت ايه ها باور عالية جدا انا ما قدر ابعت باور عالية جدا تمام كده بعد كده احنا بحط باشيل بعمل 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 اللي هو ايه عشان اعمل بعد كده بعمل ايه بقى ها بعمل لداتا عادي خالص خدنا الان يا كلام ده بتفاصيل الترمى الاولين تمام كده تعالوا شوف بقى الايه اللتي انا عملات اللتي كن تمام كده ليه يعني بطبقها في ايه ايه او او الالتي ممكن تطبق ايه في ايه او ممكن اعمل بيه بزبط تمام كده ممكن اعمل بيه هناخد محاضرة قدام بالكامل يعني ايه او كلمة باك وال ده ببساطة قوي اللينك اللي بيربط البيز停شن ببعضها وبيربط البيزي ستيشن بالبيزي ستيشن كنترولر تمام كده البيزي ستيشن لازم يكون في كونكشن بينها وبين بعضها وبينها وبين البيزي ستيشن كنترولر ده بيسميه باكهول الباكهول برضه هو اللينك اللي بيربط البيزي ستيشن كنترولرز بالموبايل سويتشنج سنتر يعني ايه باكهول الباكهول بيربط البيزي ستيشن بينها وبين بعضها وبينها وبين مين البيزي ستيشن كنترولر هو بيربط البيزي ستيشن كونترولرز بمين بالموبايل سويتشنك سنتر تمام كده ايش روط الباكهول لازم يكون very high data rate ولازم يكون long range communication تمام كده long range communication ويكون high data rate links تمام كده الويرلس سنسور نتوورك الويرلس سنسور نتوورك اول machine to machine communication ده حوار كبير مفهومه ان بيبقى فيه سيليور سيستم بس مش 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 شبكة الموبايل اللي احنا عارفينها انا مثلا منطقة زي الغبات مثلا عايز رائب الحرائق فيها الحرائق فيها والحياة البرية فيها والامطار وكده فبحط مجموعة من سرسور مجموعة من سرسور كده تمام كده السنسور دي بخلي سنسور واحد فيهم بسميه anchor node ده كل السنسور دي بتبعتنه سواء بقى انه السنسور ده بيقيس ايه حرارة بيقيس رطوبة بيقيس ممكن حتى تنصنف تمام كده بتبعت المين للانكر سنسور ده الانكر سنسور ده تمام بيبقى هو البيزيتشن بتاعته وبيبعت الريموت سنتر الريموت سنتر ده ما يشابه عندنا اللي هي الموبايل سويتشنج سنتر بيعمل هو ايه كنترول على الشبكة كلها ممكن حتى تصنف تمام كده ان يكون في اكتر من سنسور على المريض يقيس الحرارة والرطوبة تمام ويعني حاجات معاينة اللي كل الاطباء عايزينها هو ابعت ايه الداتة دي ايه يعني الريموت سنتر بحيس ان الطبيب ممكن يشوفها على بعد او كده لو هو مش متواجد في المستشفى مع المريض مباشرة لا تطبقات كتير الوير للسنسور نيتروك دي بس خلاصة الكلام ان هو بيبقى سيلولر سيستم عاده خالص بس مزيه اللي احنا عارفينه او مزيه اللي احنا بنتكلم عليه ايه في الكورس بتاعنا بيبقى الهاند ست او الموبايل يوزر عبارة عن ايه عن سلسور صغير جدا شغال على بطارية ممكن لما السنسور حتى مفيش مجال اللي انا اصلا اغرى البطارية بتاعته لا ده هو ممكن لو ايه لو السنسور ده ضايد او حاجة احط سنسور تاني عادي خالص السنسور دي كلها تجمع الداتة بتاعتها وتبعتها الايه ها لسنسور تاني اكبر منها بسميه انكر سنسور تمام كده يعتبر ايه هو بتاعتي في الحالة دي هو يمثل السنسور العادي خالص ده السنسور دي تمثل من ايه الموبايل يوزر او السيلول او ايه الموبايل هندي سيت لو احنا اكرناها بالسيلولور سيستم اللي احنا بنتكلم عليه في منهاجنا البيزتيشة دي تبعت ايه ده ما يشابه عندنا الموبايل سويتشنج ايه سنتر بحيث ان واحد من بعيد مهندس او اي حد ياخد كنترول على الشبكة دي يبدأ يوجهها ويبدأ يوظفها زي ما هو عايز تمام كده المالتي ميديا ترانسيميشن مالتي ميديا ترانسيميشن انا ابعط فيديو ده كل ده لان الداتريت ايه عالي داتريت عالي يعني ايه اه اوصل لمت ميجابيات برساكن ممكن في الالتي Goodnight واحد جي جابيات برساكن دي كمان الوايد ايريا نتورك الوايد ايريا نتورك جات منين جات من ان شبكة الالتي ايه تمتد لحد مية كيلو متر فيقدر ايه اتبق مين اقدر اتبق حاجة اسمه نفتاجر كده الواي فاي كان الواي فاي كان الواي فاي كان الواي مكس كان يعني اريا نتورك. الالتي عندنا كانت ايه? الابليكيشن اللي بعد كده انترنت بروتوكول زي ما قلنا. قررناها اكتر من مرة ان انا ببعث الصوت عن طريق شبكة الانترنت فاقدر اوصل لاي حد في العالم بتكلفة قليلة جدا 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 عن طريق ايه? بتاعه. في انا حاجة لازم نتكلم عليها حاجة اسمها الميمو. ايه هو الميمو? الميمو ايه بقى? ده بقى? ان انا اطبق اكتر من الانترنت عند البيز ستيشن واكتر من الانترنت عند البيز ستيشن. تمام كده? تطبيق اكتر من الانترنت عند البيز ستيشن واكتر من الانترنت عند البيز ستيشن. طب اعمل الكلام ده ليه? اول حاجة ايه هو الديفيري ستي بقى? لو نفتكر كان فيه حاجة في علاج الفايدنج كنا احنا قلنا دايفيرستي. اللي ههميني بقى هنا دلوقتي كلمة يعني عندي اتنين عند الترانسيميتر. عند باعتبار ان احنا نشغل في بيكي. هي الترانسيميتر اتنين عند الترانسيميتر واتنين عند الرسيفر تمام كده. لو في اي احد علاج الطرق او التعدد هي ان انا بعت نفس الاشارة على الالتين والهو استقبل برضو نفس الاشارة على الالتين عند الموبال بحيس ان لو لينك الاولى ان احصل فيه حاجة هيبقى اللينك تاني احتمالية كبيرا ان يكون ايه البرفورمانس بتاها احسن من اللينك الاولين. وفي كلتا الحالتين الروسفر بيعمل ايه? بيعمل على حسب طرق اللي احنا شرحناه ايه في الشباتر اللي قبل كده بالتفصيل. طمام كده? ممكن نستخدم بحاجة اسمها ايه بقى? يعني ايه? ان الاتنين انتنة او التلاتة او الاربعة اللي عند هيستخدموا كلهم. مع حاجة اسمها دي ده كل ده علشان يوجه البار في اتجاه معين. البار ما تبقاش مشتاتة. طب لما البار نوجهها في اتجاه معين ما هي دي كانت فكرة الفكرة البداية بتاعتها اساسها كمين? تمام كده? بعد كده فكرة لما احنا كنا بنشرح محاضرة وقلنا ايه? قدامها نسميها ايه? هنسميها هو ده بقى. ان انا دلوقتي استخدم اكتر من انتنة عند البيز ستيشن. اللي اكتر من انتنة دول متصليم بمين? ها? بحاجة اسمها دي اس بي بروسسور. فالتلاتة اربعة انتنة او الانتنة دول يستخدم كأنهم ايه? يعني التلاتة اربعة انتنة دول اكنهم ايه? اكنهم انتنة واحدة ومركزة جدا جدا فطلعت لي ايه بيم? مركز على معين بس. بحيث ان لو يوزر تاني هنا مش هشوف البور دي هاته مش يحصل معي. يوزر تاني جنبه مش يحصل معي. تمام كده? فده باستخدمها من ايه بزهرت من في والطبقات اكتر في بحيث ان انا ايه? يعني ممكن ده واليوزر ده واليوزر ده يكونوا جنب بعض كده وده شغل على وده شغل على نفس الفريكوانسي وده شغل على نفس الفريكوانسي ما هو يحصل لا مش هيحصل لان هنا ما هياش امني ما هياش بتطلع في كل الاتجاهات. ده مدية ده البور على قده. التاني بيديه له البور على قده. التالت برضو بيديه له البور ايه? على قده. تمام كده? فيعتبر كده التلاتة يوزر دول معزولين في البور دومين. تمام كده? طيب. النوع التالت دي ام ايه? يعني بقى ان الدواخل باور بيتكلم عليها. لما عملت له او عملت له باور مركزة اولية زودت مين عنده? تمام كده? يبقى انا ديته ده تاريت عالي. برضو ده اديته باور عالية. تمام كده? وباند ويتس عالي. طب الباند ويتس العالي هيحصل من ايه? يعني مش المفروض يتقسم بين الاتنين. لأ لأ ممكن ندي الفريقونسي والباند ويتسل ده. ونافس الفريقونسي والباند ويتسل ده. هيحصل انترفيرنس? مش هيحصل انترفيرنس. لان كل واحد فيهم لان اللي اتنين معزولين في البور دومين. كل واحد باور متركز عليه. لأ واحد شغال جنبه هنا. مش هيحصل اي انترفيرنسي معاه. تمام دي باسميها ان اللي انا كده يعني اكني اسمت السل لأكتر من سل او او ايه? اليوزرز اللي في نفس السل اكنهم متفصلين مع بعض في البور دومين. هي دي نفس فكرة ايه? ها? يعني مش عايزين نخلطها بحاجة علشان ما بقاش في الاخبطة. ولكن خلاصة اللي ان اللي اتنين يوزرز شغالين في نفس السل ورويبين جدا من بعض. ولكن كل واحد معزول في البور دومين. كل واحد فيهم مش شاف البور بتاعت تاني. لان البور بتاعته هو خطى من البور بتاعته طلعة. تمام كده? رابح حاجة ايه? ده بقى ان انا ابعت الاشارة اكثر من مرة. تمام? لمين? لنفس اليوزر. تمام كده? احسن له بعدات اريد. اقضي على فيدنج. اقضي على اه مسلا ايه? اعتبرها مفيش مشكلة. اعتبر ان الاتنين دول ممكن يكونوا ايه? ها? مسلا ان يوفروا لي ان انا ابعبار قليلة علشان برضو تكفي اليوزر ده. اعتبر برضو ان انا مسلا ممكن اكون ايه? اه بحسن اللينك الاولاني لو وقع مسلا يكون التاني ايه موجود? ده بسميه ملتي لير ترانسيميشن. نفس الايه? ها? يعني ملتي لير اكثر من لير مختلفة. ده يستخدم نفس الباندويتس. بدي ايه? ها? احسن لان انا بيعلي البور لو انت اعتبرت ان دول انتنة واحدة. تمام كده? ايه? يبقى انت هتعلل البور كده دي مين? ها? عند الايه? عند اليوزر. ممكن تعمل بها زي اللي قبلها. ممكن تعمل بها ايه? ان انت ايه? ها? تاخد البور مركزة ليك. يبقى انت كده عليت مين? اتفصلت عن اليوزر اللي شجل جنبك في البور دومين. ده ممكن تاخد نفس الفريكوانسي ونفس الباندويتس التاع. وكمان ان انت ايه? تاخد بور مركزة لك يبقى انت عالية ايه? ها? اللينك كباستي بتاعتك مع الكباستي بتساوي بيه واحد زائد سيجنال تو نويز ريتشو. تمام كده? كل ما رسيب دي سيجنال بور بزدي بقى انا اقدر اعلق اللينك كباستي كمان. تمام كده? الكلام اللي احنا قلناه بشرحه هنا في سلايد بالتفصيل بيقول لي الميمو التكنيكس ملتبول امبوت ملتبول او دايفيريستيجين التعدد دي. ات مينز تو يوز اس بايفيريسي ويتش اس بروفايد باي ملتبول انتناز ها? اه? مقاومة الترانسيميشن اجين استمين اجين استفيدنج تمام? ات كان بيد بلويد اد اترانسيميتر اور زارسيبر. عايز يقول لك ان الديفيريستيجين تشتمل على اللي انا ابعت اه هستخدم اكتر من الانتنة على الترانسيميتر او اكتر من اه هستخدم ملتبول اني سيكون الكاريت اكتر من مسارة او مسارات متعددة بين الترانسيميتر او الريسيفر. بحيث لو واحد فيهم مش قادر يقوم او مش قادر يقوم فايدنج او واحد فيهم مثله لسبب من الاسباب ال�aying اللي يقدر يحل مكان. وفي كلتا الحالات الريسيفر هيعمل اه? في اية حالة من الحالات التي هيعمل ايه? هيعمل بين ايه من اقتر من اللي اللي جاي Historical اكثر من مرة هيقدر بقى هو يخطار احسن واحدة فيهم. يعد الفيديو ويقارب بينهم. ياخد اقوى واحدة في لحزة معانة اقوى ده في اللحزة البعده. هو حسب. تمام كده? ايه و با الريجين? ها ده يقصب به ان انا بطبق اكثر من عند الترانسيمتر او اكثر من عند الريسيفر. تمام? بس بحيس ان الخمسة ستة عند الترانسيمتر دول او الانتنة عند الترانسيمتر ممكن اشيلهم او مش ممكن اشيلهم لا. ده هم يعني لو بتعمل بقى للفيلد وتشوف اهميتهم ايه? ان انا ممكن اشيلهم بحط ايه? تمام كده? يبقى انا كده بعمل ايه? بقى انا بركز دي في اتجاه معين. يبقى انا ممكن اعمل بها زي ما احنا شفنا من شوية. ممكن اعمل بها مين? ممكن اخدم اتنين يوزل. بعمل بها. تمام كده? ده ممكن لفز تاني ممكن اسميه ده لفز تاني ممكن سميه ايه? ايه? من جوة ده. هو مين? البيم فورمج. اللي انا بركز في اتجاه معين. طمام كده? يبقى اتنين يوزر. يكونوا جنب بعض. ويستخدهم نفس ونفس ومش يحصل اي لان ما عزولين في طمام كده? اما الابعة. طب اعمل كده ليه? ايني اتش اترانسيميتر اسيب انتنى بير ويرك از اسيبر الترانسيميتر اند ارسيبر زي اسال له هاي داتا ري ترانسيماشن. تمام ايه الكلام ده? زي الحل الرابع اللي احنا اتكلمنا عليها دي الحل الرابع دي كده. زي الحالة دي كده ان انا بعمل ايه ها اكتر من انتنة عند الترانسيميتر واكتر من انتنة عند اتنين انتنة هنا هوت تمام كده ومسلا اتنين انتنة هنا تمام كده كل زوج يعني هنا اتنين انتنة وهنا اتنين انتنة وهنا اتنين انتنة تمام كده كل زوج كل انتنة كل انتنة والانتنة اللي قصادها لكنهم شنل مختلفة تماما عن الانتنة التانية والانتنة اللي اصادها. يبقى انا كده اقدر ابعت هنا مختلف عن الانتنة اللي هنا. ده طبعا صعب يحصل ولازم فيه عالي جدا جدا. بس الفكرة كلها ان انا ممكن استخدم خمسة ميجا انقل فيهم ايه? اللي كان ينتقل في العشرة ميجا انقلهم في الخمسة ميجا. ان انا يعني اكن اللي يزرق يتخدم من اتنين انشان المختلفتين في نفس الوقت. طبعا الموضوع المسه الموضوع صعب جدا ومعقد جدا جدا جدا. بس انا فكرة انتا رسيرش حتى الان. لنكوتيب كونج لنكوتيب حPOS ترفع الموضوع الآن التانية. زدت كله لانتنة عند الانتنة هتشتغل مع انتنه اكنهم انتنة الى مختلفين. الانتنة الاستشتغل ترفع الانتنة التالتة تumbing والانتنة التالتة عند الانتنة التالتة عند الريسيفر هيتشتغل لهم كأنهم ايه؟ ترانسومتر ورسيفر بين مختلفين. وفي الاخر الراسفر هيقوم بجمع الداتا بتاع او الانتنة اللي جابها من الانتنة الاولى والانتنة التانية والانتنة التالتة. وابدأ ايسافت من التلاتة. طبعا الموضوع صعب جدا جدا جدا. تعالوا بقى نشوف الالتي اي. الالتي اي نتورك شكلها عامل ازاي? طمام كده? السؤال ده لما بيجي في الامتحان ما بطلوبش ان حضرتك ترسمه. لأنا بجيب لك ايه? ها شكل ايه بجيبها لك مرسومة جاهزة. واقول لك ايه? الشبكة دي عبارة عن شبكة ايه? او ممكن اجيب لك الشبكة او اسمها واقول لك ايه? واقول لك ايه? واقول لك طبعا عندي اليوزر. طبعا احنا عارفاني بتعمل ايه? يعني زهقنك يعني زهقنك تلقاو من الكلام فيها في الجي اس ام واليو ام تي اس والواي ماكس. طبعا كده? ايه هي? ايه هي بتاعتي? بس سمتها في سمتها في سمتها في سمتها هنا في سمتها هنا في تمام كده? اكيد كلمة دي اكيد هي بتدينا اعلى بكتر من 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 ده نتيجة طبعا مين للرينج المختلف اللي وصل انا مية كيلو تمام كده? في بقى جزء المهم بقى هنا او كده. تمام كده? فين بقى كان في حاجة في جي اس ام سمناها وفي حاجة النفس هو هو سمناها ده بقى احد الحاجات مش الحاجة الوحيدة ده احد الحاجات المهم او احد الحاجات الجديدة في شبكة عن ان دلوقتي الالتي اي ما فيهاش ما فيهاش ليه? دول ايه? الانوت بي والانوت بي اللي هي بتاع الالتي اي ده كبرت وقدرت وبقت مطورة جدا جدا ان مش محتاجين مش محنا خلاص العلاقة بين الاتنين موظفين كل كل والتانية مش محتاجة مدير ان يتحكم فيهم ويقول لهم اعملوا لو هما كبرهم عارفين ايه اللي ليهم واللي عليهم تمام? فشبكة الالتي ايه ما فيهاش ما فيهاش ليه لان كل تقدر تتعاون مع بعضها او الوظيفة تقسمت بين كل والتانية وبين كل تمام كده? يعني الوظيفة توزعت بقى بسامو كنترول يعني مش محتاجين اللي هو هينظم العملية بين كل والتانية لان كل والتانية بقيت مؤهلة اللي هن يتزبط مع التانية ويعرفوا يسياروا امورهم مع بعض ازا كان اي حاجة تجمعهم وبينهم وبين بعدهم ما يقدروا يمشي امورهم مع بعض لو محتاجين تدخل البسيط فالموبيلتي ام ام اي اللي اسمها الموبيلتي تقدر ايه? ها? تقدر تقوم بالخدمة دي. طب ايه هو بقى? طبعا احنا عارفين دلوقتي ان الالتي اي ده اصدار مين? تمام كده? مؤسسة عملت ايه? والج بي ار اس والج واليو ام تي اس لحد موسطة الالتي ايه والالتي ايه ادفانت ست تمام? انما التاني ده كان حاجة تانية اسمها ايه بقى اللي عملت الواي فاي والواي ماكس تمام كده? في دلوقتي عملت لحاجة اسمها سيرفنج جيتوي ده مسئول عن او بين شبكة الالتي ايه واي شبكة تخضع للسري جي بي بي. تمام كده? يعني لو انا دلوقتي هيحصل او تعاون بين شبكة الالتي ايه وشبكة جي اس اما او شبكة او شبكة جي بي ار اس او اج من اللي يتدخل السيرفنج السيرفنج جيتوي حاجة بسيطة تقدر تعمل ايه? يعني تقدر ايه توصل وجهات النظر ببعضها. تمام كده? انما البي دي ان جيتوي ده مسئول باك باك داتا نتورك باك داتا نتورك جيتوي. تمام? احنا قلنا مبدئيا كلمة جيتوي سواء سيرفنج او او بدي ان او اي جيتوي عموما هو المسئول عن المترجم بتاع الشبكة بتاعي مع اي شبكة مختلفة صح كده? يعني ايه مترجم? كل شبكة بتعمل كل شبكة بتعمل كل شبكة بتعمل كل شبكة بتعمل كل شبكة لها يعني كل الكلام ده بتعمل كل الشبكة بتعمل كده بس بتعمله ازاي? دي حاجة خاصة بيها. تمام كده? شبكة اللي فيها دي كلها. شبكة كله فيه اللي احنا قلنا عليها دي بس بيعملوا ازاي? على حسب التكنولوجيا بتاعة ايه الشبكة? كل شبكة هتعمل اللي هي عايزاها او بالطريقة اللي هي عايزاها. تمام كده? مسؤولة عن ايه? الانتر اكشن اللي بين الشبكة دي واي شبكة تانية مين ها? تتبع او اصدار السري جي بي بي. تمام كده? انما البي دي ان جيتوي مسؤولة عن تفاعل الشبكة دي او بتاعها. تمام كده? بينها وبين مين ها? باي شبكة تانية لا تخضع للسري جي بي بي ستاندر دي تكون يعني لو انا عايز اعمل او 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 عاد خالص بين الشبكة دي واي شبكة تانية واي او واي ماكس تبع او مش تبع السري جي بي بي ستاندر لازم مين البي دي ان جيتوي باك الداتا ديت ركي جيتوي هي اللي تتدخل ايه? في الموضوع. تمام كده? هو بقى الاتش اس اس ده الاتش اس اس ده اختصر له عبارة عن الهوم لوكيشن ريجستر والاوسون تيكيشن سنتر. تمام كده? اتش اس اس هوم سبسكرايبر سيرفر او هوم سبسكرايبر سيستم ده عبارة عن الوسون تيكيشن سنتر مسكول الوسون تيكيشن سنتر ان مش اي حد هيستخدم الشبكة بتاعتي لازم يكون واحد لازم يكون واحد معتمد عندي عشان يستخدم شبكتي تمام كده? التانية الوسون تيكيشن سنتر زائد من الهوم لوكيشن ريجستر اللي احنا قلنا عبارة عن داتا بيز يا يشمل ايه? عارف كل المعلومات عن كل اليوزر الموجودين في الشبكة الهوم لوكيشن ريجستر تمام بتاقتina بقى بيتكلم عن الراديو عن الراديو انترفيز بتاع مين بتاع شبكة مين ها الراديو انترفيز او سمنا في الاكسس نتورك في الاكسس سيرفز نتورك في الاكسس كنا سمنا لفز كده ارجع لهم حضرة الاكسس قلنا لها تشمل مين هي تشمل مين الباز ستيشن والباز ستيشن كنترولر هنا عايز بس يقول لك ان سميتها هي عادية خالف بس لان بقى بينها ولانها بقى تقدر تتفاهم بينها وبين بعضها لما كده مش محتاجة حد ينظم عملية المروح بينها مش محتاجة مين مش محتاجة راديو نتورك كنترولر ولا فعشان كده ايه افصلها عن او اللي عادية فسميتها لو محتاجين بقى اي بين والكور نتورك تمام كده او لو حصل اي خلاف بسيط او دا ما بيحصلش يعني محتاجين تدخل بسيط جدا في بعض الامور اللي تكاد تكون يعني قليلة جدا 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 بين كل والتانية تمام كده او بين كل والكور نتورك من اللي بتدخل او تمام كده وبسميه ايه كلها لبعضها كده بسميه يوتران في ال يو ام تي اس كنت بسميه يوتران يونيفرسل ترستيريال اكسز ناترك ده في مين في ال تمام? انما في ال التي بسميه يوترا. انهانسد انهانسد ليه? لانه معتمد على انهانسد نوت بيز ستيشن. هو ليه سميتها انهانسد نوت بيز ستيشن. لانها الامور اللي بينها وبين البيز ستيشن التانية يدروا يتفاهموا فيها ويحلوها ومش محتاجين واسيط مين يحلها لهم زي الشبكات اللي قبل كده اللي كانت محتاجة راديو ناترك كنترولر او محتاجة بيز ستيشن كنترولر. طيب الموبيلتي والسيرفينج جيتوي مسئلين عن رابط بالكور نتورك. طمام كده? هنا بيتكلم عن السيرفينج جيتوي والباكت داتا نتورك جيتوي. خلاصة الكلام كده ان السيرفينج جيتوي عبارة عن مين ها? هولدنج الاي باكت بتوين الاي نوت بي. يهميني بس ان هي اللي بتعمل الانتر اكشن بمين? ات اولز. ات اولزو سيرززا موبيلتي انكور. الرابط بتخدم كرابط جيتو نتورك او ايه? ات اولزو سيرفاش موبيلتي انكر الرابط تمام كده في الانتر ويركنج او الانتر نتويركنج ويز نان سري جي بي بي تيكنرجي صارتش ازي سي دي ام اي الفين والاي وي والواي فاي والواي ماكس اي نان سري جي بي بي ستاندرد هي اللي بتربط الشبكة دي ايه بي ده الباكت داتا ناتورك جيت وي تمام كده تمام كده بتاخد الترافك بتاعة او بتاعة توديه للكور نيتورك يعني ايه بتاخده للكور نيتورك الترافك بتاع عمره ما هيتفهم عند الكور نيتورك الا ما يعدي على الموبيلتي مانجمينتو انتتي والترافك بتاع الكور نيتورك وميش هيتفهم في عند الانهانس الى ما يعدي على المترجم اللي هو الاسم والموبيلتي مانجمينتو انتتي تمام كده? ايه هو الايه? البي سي ار اف ده بقى? بوليسي كنترول انت شارج انجرول فانكشن كان بروفايد بوليسي كنترول ديزيشن ماكينج تمام كده? مور اوفر ات كان هيلب ان هيلب ان كوالتي سيرفيس تاني كده لما نيجي هنا عند او سبسكرايبر سيرفر ده عبارة عن مين اللي عندها معلومات عن كلهم واماكنهم وظروفهم ايه? طميم كده? زي ما سمنا اللي هو بتاع الشركة او موظف شؤون العاملين عندي جزء تاني اسمه بيعمل ايه? بسقول ان مش اي حد يخش على الشبكة ويستخدمه لما يكون في الشبكة. دلوقتي احنا كنا قولنا ان تديني داتا ريت في الدول لينك والاوب لينك عشر اضعاف الالي تي ايه. باب اعمل كده ازاي باقي هي الريالايزيشن تولز. الداتا ريت ده في الالي تي ادفانس ما جاش من فراغ. اول تكنيك كنا نزوج بالداتا ريت في الالي تي ايه كان سابورتنج او ان الكباستي اللي هي بتساوي في واحد زائد يعني عشان ازود الكباستي او داتا ريت يام ازود يام ازود مين? ها? السيجنال بارداب النويز. النويز ما قدرش لا زودها هو لا قدر اقللها. المفروض اقللها بس ما قدرش يقللها ده هي حاجة موجودة في الالي تشانل. انا اخري او انا اقصى حاجة اعمله معها. ان انا اعمل ما يسمى نويز استيميشن. ولما يحصل احاول اعالج الموضوع ده. ان انا زود او زود عشان احصل على داتا ريت معايد. طبعا احنا اخدناها بالتفصيل اللي هي بيسميها تشانل كباستي او اللينك كباستي وخلي بالك ان دي مش هي السيستم كباستي السيستم كباستي عدد اليوزر اللي يقدر اللي يقدر السيستم يخدمهم في نفس الوقت. اللي اتنين لهم علاقة ببعد بس ده حاجة وده حاجة. الموضوع ده اللي هو الباندويتس بيتقاسب ايه؟ بالحورتس تمام كده? الاس تيمام كده? الاس نويز اعم is smart andower اي نويز باور تمام كده؟ ان انا لما سبرت منذ ويتس اعلى في الداتا ريت ايه اعلى. المشكلة هو بس ممكن احسن السيجنال باور ازاي بالاري جين او ايه البيان اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية يعني ايه مركزة في اتجاه معين لما الباور تكون مركزة في اتجاه معين غير ان انا بعمل لا در انا ممكن اركز لما اركز الباور في اتجاه معين يبقى انا ايه زاوية يبقى نقدر ابعت له باقل باور وتوصله برضو الباور عالي او احسن عنده لما حسن يبقى انا اقدر اعلمين الكباستة او التكنيك التاني بيتسميه ايه التكنيك ده بيعتمد ان يقدر يستفيد من او ان اكتر من انتنة او اكتر من انتنة يقدروا يخدموا اليوزر ده نوع من ان اكتر من انتنة ممكن يخدموا اليوزر اكتر من ممكن تتولى خدمة يوزر معين واحنا قلنا مش هيحصل هما كلهم هيزبطوا بينهم وبين بعض بحيس ان هي يقدروا يخدموا يوزر معين تمام كده ومش هيحصل تمام كده لان هما كلهم ايه لان الموضوع بقى فيه في اللي تي حاجة اسمها يعني ايه مش محتاجين حد ينظمهم مش محتاجين او فممكن هنا تستجل ان اكتر من او اكتر ها من مختلفة يقدر يختم ويوزر معين واليوزر يقدر يستفيد من البار بتاع الاولى والبار بتاع التانية والبار بتاع التالتة تمام كده خدنا احنا طبعا بالتفصيل ان راجع بس الفيديو بتاع كده هتلاقي بحاجات كتير قوي ممكن يحسن عند خصوصا عند تمام ممكن ياخد ايه ها بتاع الترانسيميتر مش قادر يوصل فبحط هنا ايه بقى تمام كده ياخد من الترانسيميتر والناحية التانية برده بالعكس ياخد من هنا يودي اللي ده احنا قلنا ان ده مش هنسمي ترانسيميتر ولا ده هنسمي هنسمي اللي اتنين ايه ترانسيفر يعني ده يقدر يبعت ويستقبل وده يقدر ويبعت ويستقبل في نفس الوقت اللي احنا قلنا بقى ممكن امبلفاي اند فورورد ده كون اند فورورد ادابتف على حسب نوع بس اخدنا بالتفصيل مش هن يعني خلاص يعني مفيش مساحة الكلام مش هنقول عليه اكتر من اللي احنا قبل كده المايمو كان بي احط اكتر من الانتنة عند الترانسيميتر او اكتر من الانتنة عند الريسيفر ليه بقى ها ان اردر تو انهانس زي داتا ريت لو انها اعمل زي داتا ريت او اعمل اركز البر في اتجاه معين سواء في الترانسيميتر او او احسن برضو اللي هي اللي كنت بعالج بها مين الفايدنج ايه بقى دي ببساطة اوى 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 عشان من ايه ما نتكلمش فيها كتير هي مين? هي تمام كده? لما اقول لك او 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 ده عبارة عن الانتنة بتاع ايه ها بتاع مين بتاع بتاع عادي خالص تمام كده? انا عندي مسلا يوزر اندور ده يوزر اندور اهو يوزر عند مسلا يوزر فيه 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 الكلام اللي احنا قلناها عن الريلي ببساطة اوى هنقولها عن اللي بتتحط في شوف بقى الريلي كان بيعمل ايه في السيليولر سيستم? واقول نفس الكلام بتطبيقات الفيم توسيل. تمام كده? بس هو هنا مركز على مين كنا بنعالج مشكلة كده? فلسالة الدكفورة بتاعتي. وقل لي كان الناس كلها مركزة على مين على الاندور يوزر. هتلاقي الرسمة لقدام حضراتكو ديه مركزة كلها على مين? انما في الحقيقة الرلي مش متوقف على خدمة اليوزر الانسايد بلدنج بس لا الاندور شيدوينج يوزر اليوزر اللي ممكن يعمل ممكن يعمل حاجات كتير اول راجع الرلي هتلاقي بالتفصيل. بس هو هنا مركز في الرسمة ديه على فقط. دلوقتي لما اقول لك ايه هي او الليه بحط الفيمتوسيلز في الالتي ايه هنرجع فيديو الرلي هتلاقي الابليكيشن بتاع الرلي. هو هو نفس السؤال بتاع الابليكيشن بتاع الرلي. ط cuent ايه مشكلة تطبيق الفيمتوسيلز في الالتي ايه? الفيمتوسيلز لما تحطت في الالتي ايه اللي حصل بقى فيها? ايه? ان الفيمتوسيلز اشتغلت على نفس الباند اللي الالتي ايه يعني دي background ميكرو سيل بطالقة انه الكبيرة بسميها له? لما يكون عند سل كبيرة وزيلز صغيرة الزغار دي بيسميها كبيرة بيسميها ماكروسيل. تمام كده? لما حطيت الفيمتوسيلز ما كانش فيه باند ادهلها. تمام كده? فاشتركت في نفس الباند اللي شغال عليه. فحصل بين الفيمتوسيلز والماكروسيل وانترفيرانس بين ايه? بين الفيمتوسيلز وبعدها. تاني? التاني. لما تحط الداخل اشتغلت على نفس الباند اللي الاصلية شغال عليه فحصل بين من ناحية وبين وبين وبعضيها. تمام كده كل كل بقى شغال على نفس الباند. ففي كفة من كفة تانية خالص. في ناحية تانية من وبعضها. طب حد بقى يقدر يقول لنعليج الانترفيرنس ده ازاي? اول طريقة كانت حاجة اسمها الباور كنترول. ايه هو الباور كنترول? زمان قالوا الفيم توسيلس دي ما كانش موجودة وانا حطيتها عندي علشان تزود لي تعمل بتاعها لي وتحسن لي خدمة. بس لما حصل منها انترفيرنس? لا سوري. يبقى لازم ايه? نوقف عند حدها شوية. نوقف عند حدها ازاي نشيلها? قال لك لا مهلاها قبل ان مهلاها اهمية برضو. بس بشرط يعني نسيبها تقوم بالوظيفة بتاعتها بس نقول لها لو سمحت قلل الباور بتاعتك شوية. الباور كنترول كان فيه تلاتة ميكانيزم. مش هنقلهم بالتفصيل لاناليس كتيرا جدا. الفيم توسيل البساطة قوي قوي. كانت موجودة عشان تعمل يعني تطبيقات معانا ولا غنعتها في ايه? في السيليولار سيستم. بس كناها بتعمل انترفيرنس وبتعمل داوشة على مين? على السيليولار سيستم. فقلنا بس نخلي الباور بتاعتها اقل ان نقول لها. بس لو سمحت ابعات فاور قريليا. بدل عشرين خليها مسلا كم خمستاشر ديب ام عشرة دي بي ام. تمام كده? هي المفروض الفيم توسيل بتبعت عند كم? ها? عند ايه? عند عشرين دي بي ام. تمام كده? الفيم توسيل بتبعت عند العشرين دي بي ام طب الماكروس اللي بتبعت كام عند ستة واربعين دي بي ام. تمام كده? فالفيمتوس اللي هنخليها نقول لها نستأذنها بس. تمام كده? ونعمل كنترول عليها ونخليها تبعت اقل البور بتاعاتها نخليها اقل من كام من العشرين دي بي ام. تمام كده? النوع التاني بقى حد شاطر يقدر يقول لي. ازاي اشغل الفيمتوس اللي عند ماكسيمان بور بتاعاتها. ومعملش انتر فرنس على الماكروس اللي احنا قلناها التكنيكس اللي احنا اخذناها اللي اسمه ايه? الكوجنيتف ريديو. ايه خلي الماكروس اللي تشتغل مين? ها? تشتغل برايمر يوزر. والفيمتوس تشتغل مين? كوجنيتف او ساكندر يوزر. تمام كده? وده كان جزء من رسالة الدكفراء ايه بتاعتي? وكان في بحس كواس اوفيس بانينجر اتنشر على ايه? ها? على ايه? على الحل بتستطبيق الكوجنيتف ريديو. علشان يحل مشكلة الانتر فرنس بين الماكروس اللي والفيمتوس اللي. تمام كده? علشان يحل مشكلة الانتر فرنس بين الماكروس اللي والفيمتوس اللي والفيمتوس اللي.